كل عام وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بخير نحضر الكيكوب مقادير بسيطة في كل البيت رائعة في الماداق وطالعة ومن فوخة وشيشة نتمنى الوصفة تعجبكم ما نطول شعلكم نخليكم مع المقادير والطريقة بسم الله على بركة الله سنحتاج الكأس زيت المائدة فالعبار هناك الكأس هو 180 ميلي لتر كأس الحليب كأس سكر ساندة أو سكر الخاشن الخميرة الحلوة أو الخميرة الكيميائية 16 جرام تعوضها بزوج خنيشات من وزن 8 جرام قطرات من الفانيليا اللي في العادة تعوضها بخنيشة سكر فاني زوج بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ ملعقة كبيرة ديالة الخل فكيف كان عارفو الخل اي حاجة كنطيفوه لهاكيه الششة عندي قشرة ديال البرتقالة محكوكة او اللحام ده محكوكة على حسب اللي متوفر عندكم وعندي هناك كذلك ربع كأس ديال الماء المعدني الغازي الى ما متوفرش عندكم فتاخدوا فقط الماء كتغليه حتى كيوصم درجة الغلايان وتاخدوا منه ربع كأس وعندي الدقيق لغدا نحتاج منه ثلاثة الكؤوس لنفس الكأس باش عبرت الزيت والحليب والسكر غدا نعبر بيه ثلاثة الكؤوس للدقيق للفورس او للدقيق الابيض وغدا نحتاج كذلك القبزة ديالة الملح بطبيعة الحال سنوضع اول حاجة في الايناء اللي غدا نخلط فيه الكيكة السكر سنيدة او السكر الخشي وغدا نضيف عليه البيض اللي كيفما كتلكم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ ما نستعملهم مش حنا يالله جبدناهم اولا خرجناهم من ثلاجة كنت سنو عليهم حتى كي ياخدوا درجة حرارة المطبخ عادي باش كنتستعملوهم ونضيف عليهم قطارات من الفانيليا اللي كيفما كتلكم من قبل تعودوها سكر فاني خنيشة سكر فاني وغدا نخلط المكونات هنا بالطراب الكهربائي انتو ما لا متوفرش عندكم فممكن تديروا نفس الطريقة في الخلاط الكهربائي توضعوا المكونات وتخلطوهم فبهذه الطريقة هذي غدا نحصلوا على كيك اللي غدا يجي ناجح مئة بالمئة وكي يجي طالع وشيش لانه فاش كنخدموا السكر سنيدة مع البيض فقد ندخلو لهم لها وذيك شعرش كي يجينا الكيك طالع كيفما كتشوفو هنا ياللون ديال الخالد كي واللي فاتح غدا نضيف عليه دابا الزيت المائدة مع الحليب ونضيف كذلك حتى القشرة ديالة البرتقالة محقوقة ونعود نخلط المكونات بالطراب الكهربائي حتى كينساجموا مع بعضياتهم هذي غدا نضيف باقي المقادير اللي هي الماء المعدني الغازي مع الملعقة ديالة الخل اللي كيفما قلت لكم اي حاجة غدا نضيفو لها الخل فكي يخليها تجيه شيشة بزاف نعود نخلط عود ثاني المكونات بالطراب الكهربائي عاد باش غدا نضيف الدقيق كاخر مرحلة فمن الاحسان الدقيق ما نضيفوش دفعة واحدة من احسان نضيفوه يعني نضيفوه نصف الكمية اول حاجة نضيفوه نصف الكمية ونخلطوه عاد باش نضيفوه نصف الكمية الاخرى هنا كما شو ضفت نصف الكمية وخلطتها عاد باش غدا نضيف البقية ديالة الدقيق وفي هاد المرحلة عاد باش غدا نضيفوه على الخليط الخميرة ديالة الحلوة اول الخميرة الكيميائية فمن الاحسان نخلوه هي كاخر حاجة نضيفوها باش تعطينا المفعول ما نضيفوهاش في الاول اضفت هنا كما شوشتو الخميرة ديالة الحلوة وغدا نضيف كذلك قبصة ديالة الملح ونعود نخلط مرة اخرى بالطراب الكهربائي حتى كينسجمو العناصر اولا كينسجم الخالط وهنايا فكملت بالطراب اليدوي لانه اهم مرحلة ديالة السكر مع البيض ضروري ما انهم خصوهم يتخدموا مزيلا بالطراب الكهربائي كما قلت لكم باش هكا يجينا الكيك تالي من بعد مشي مشكل اننا نكمله بالطراب اليدوي وكما كتشوفو هنا الشكل ديالة الخالط فاخديت هنا مول اللي دهنتو بشوية ديالة الزبدة ورشيتو بالطقيق غدا نصب فيه الخالط وندخلو الفران يكون سخون على درجة حرارة مية وسبعين درجة بالنسبة للفران الكهربائي فكما قلت لكم على درجة حرارة مية وسبعين درجة العافية كتكون شعلة من فوق وملتحت وخدمت كذلك حتى الفرفارة سوف ندخل الكيك حتى يبقى انه تحمر مزيلا وجد وبالنسبة للفرن العادي ديال القاس فكندلولو طريقة العادية يعني كندخلوه الفران كتكون عافية مهيلة كنشعلولو فقط من التحت حتى كيتنفخ مزيلا وكيقبط فراثو عاد باش كنطلعوه الفوق وكنشعلولو البوطة من الفوق او للعافية حتى كيتحمر وكيوجد وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي حضرت معكم اليوم كيف ما كتشوفوه من بعد ما تحمر وجد فدهنتلو الوجه دياله بشوية ديال المربا او الا الكوفيتير ديال المشماش او الا على حسب المتفر عندكم وممكن كذلك الدهنو لها الوجه حتى بالعسل ورشيتها بشوية ديال الوز ايفلي اللي حمرته من قبل في الفران والتزينة يبقى على حسب الرغبة ديالكم هنا غد انقطع لكم الطرف باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي كتجي رائعة انا اكيدة انكم اللي جربتوها غادي تعجبكم كما شفتوها فقط تبزل الجيل البيضات كان حصلوه على واحد الكيك اللي كيجي طالع وهي الشيش بزاف كما كتشوفوه هنا يا كيجي يعني كيك عائلين استمتعوا بيحنا ووليداتنا نتمنى ان شاء الله الوصفة ديال اليوم انها تنال اعجابكم وكيف العادة ما تنسوشي اللي اعجبكم الفيديو توصلوه الاكبر عدد من اللايك هاز وتبرتجوه مع احبابكم وصحابكم باش تعمل فائدة على الجميع نتلقى بكم ان شاء الله مرة اخرى في فيديو جديد وفصفة جديدة شكرا لكم بزافة للمشاهدة مع السلامة